وفي ظل كمان تزبزب نتائج دورتموند في الفترات الأخيرة لكن يبقى السؤال في الدور أبطال أوروبا حضراتكم عارفين أنه كمان في دور أبطال أوروبا أنه اتعادل واحد وقت مع سالسبورج النمساوي وكان فيه عملية ألأ شوية في طبعا الأجواء والنقاد على مستوى البايرن وهل بايرن حي يحتفظ بهذا الشاب المدرب الشاب من وجهة نظر نحن الشاب ولكن في ألمانيا يمكن عندهم عدد كبير جدا من المدربين أقل من 40 سنة لكن ناجل زمان طبعا اعتقاد الشخص أنه مكمل أكيد مع البايرن ولكن يتوقف أكيد على مشواره في دور أبطال أوروبا عندنا أخبار تانية يمكن حنشوف لأ عندنا خبر أقوله لحضراتكم خلاص أخبارنا دلوقتي خلصت بالنسبة للأخبار السريعة لكن عندنا أخبار الصحف أخبار الصحف العالمية قالت إيه حضراتكم عارفين والمتابعين كمان على مستوى البريمالليجي على مستوى الدور الإيطالي أن الدور الإيطالي كمان بيخش منحنة منحنة سريعة شوية حضراتكم عارفين أن كان المسابقة ما بين الميلان والإنتر لكن طبعا في مفاجآت كتير حصلت في الدوري الإيطالي كمان على مستوى الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي بيشتعل مرة تانية المنافسة بتشتعل من خلال طبعا هزيمة طبعا السيتي وفوز ليبر بول لكن كل ده هنتكلم ونشوف مع حضراتكم هنا في المحترف الصحافة العالمية قالت إيه عن الدوريات الأوروبية نبدأ جولتنا مع حضراتكم في الصحف العالمية بصحيفة أسبانيا أو صحيفة ماركة الأسبانية اللي بتقول وركزت بشكل كبير جدا جدا على تعادل إشبيليا أمام إسبانيول واحد واحد وده استفاد منه ريال مدريد من هذا التعادل في تعزيز صدارة الليجة لجدول الترتيب في الدوري الأسباني اهتمت كمان بفوز برشلونة على فالينسيا أربعة واحد في الدوري الأسباني وكتبت ريال مدريد يهرب في الصدارة وبرشلونة يأخذ منعطفا جديدا لسه في أسبانيا مع جريدة سبورت الأسبانية كمان ركزت جريدة سبورت الأسبانية على فوز برشلونة أربعة واحد على فالينسيا في الدوري الأسباني وكتبت برشلونة عاد برشلونة عاد طبعا بعد الفوز الكبير أربعة واحد صحيفة اهتمت بتعادل إسبانيول أمام شباليا واحد واحد وكتبت إسبانيول الواسق يستحق أكثر من التعادل أمام شباليا من أسبانيا نروح لإنجلترا تحديدا ديلي ميرر الإنجليزية ديلي ميرر الإنجليزية ركزت على فوز منشستر يونيتد على ليتز يونيتد في مباراة أكثر من رائعة بنتيجة أربعة اتنين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت أغبياء يعني طبعا كلمة إيديوتس يعني أغبياء طبعا بيتعود على طبعا بعد لعبي ليتز يوميت من إنجلترا نروح سريعا لفرنسا تحديدا طبعا لكيب الفرنسية اللي طبعا ركزت على فوز كليرمونت فوت على أولمبيك مارسل اتنين سفر في الدوري الفرنسي وكتبت كليرمونت يخمد البركان نطير لإيطاليا مع توتو سبورت الإيطالية سريعا اللي ركزت على هزيمة هزيمة الإنتر اتنين سفر على ملعبه أمام ساسولو وتفريطه في فرصة استعادة الصدارة وكمان فوز فورنتينا على أتلانتا 1-0 كمان تحدثت عن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لعب طبعا ليفينتوس وكتبت ديبالا الأرجنتيني يتعرض للإصابة مرة أخرى وسيغيب عن لقاء فيا ريال في دوري أبطال أوروبا لسه في إيطاليا مع كوريلي دي سبورت اللي يمكن ركزت أو اتكلمت على طبعا هزيمة الإنتر بملعبه على أمام ساسولو بنتيجة 2-0 وتفريطه بشكل كبير في فرصة استعادة الصدارة من الميلا كان عنوانها بيقول ظلام الإنتر كمان كتبت عن مباراة ساسولو وفوزها على ملعب سانسيرو كتبت نقطة واحدة في سلاس جولات من الدوري الإطاري لإنتر ميلا هزيمة الإنتر بهدفين من ساسولو طبعا تصدرت غلاف العنوين والصحف هناك في إيطاليا إنزاجي كمان بيقولك ده نقوص خطر ليست هناك الطريقة يعني إنزاجي بيتكلم بيقول ده بالنسبة لنا نقوص خطر كبير جدا جدا إنك تحصل على نقطة من خلال ثلاث مباراة اللي فاتوا مش بهذه الطريقة ممكن أقل فوز بالسيريا أو بالدوري الإيطالي دي كانت الصحف العالمية بتتكلم على الدورات الأوروبية لكن حادثنا يطول إن شاء الله النهاردة في الحلقة عندنا حاجات كتيرة مهمة جدا جدا من أهمها طبعا عندنا دوري أبطال أوروبا هنتكلم عليه بشكل مفصل كمان الجزء الأخير من الحلقة عندنا السؤال اللي بيدور في أزهان ناس كتير هو ليه ليبر بول بهذه القوة الهجومية ليه ليبر بول بيحقق نجاحات مستمرة الكيرف بتاعه دايما عالي على المستوى الهجومي على المستوى الأداء هكون عندنا تحليل خاص لليبر بول في نهاية الحلقة لكن كل ده بعد الفصل